وجه رئيس المجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بضرورة تكثيف زيارات الوزراء لمواقع العمل والإنتاج لإلقاء الضوء على المشروعات التي يتم تنفيذها خاصة مشروعات القطاع الخاص كما كلف مدبولي خلال اجتماع الحكومة الإسبوعية بالعاصمة الإدارية الجديدة كلف بالعمل على حل أي مشكلات وإزالتها وذلك في ضوء جهود الحكومة الرامية لذفع العمل في مختلف المشروعات وتيسير الإجراءات في إطار توجهات الدولة المصرية نحو تيسير إجراءات إقامة المشروعات الاستثمارية الجديدة وتهيئة المناخ الآمن للاستثمار والداعم للقطاع الخاص ترجمة نانسي قنقر تناول مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي موقف الآذاء المالية للفترة من يوليو حتى ديسمبر من العام المالي 2023-2024 وكذا تقديرات العام المالي الحالي وخلال اجتماع الحكومة صلت محمد معيد وزير المالية صلت الضوء على أهم النتائج المالية لهذه الفترة بصورة إجمالية مشيرا في هذا الإطار إلى أن الموازنة العامة للدولة حققت عجزا كليا بنسبة 4.95% من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر من العام 2023-2024 أضاف الوزير أنه على الرغم من ذلك فقد حققت الموازنة فائضا أوليا كبيرا قدرة بـ 150 مليار جنيه وذلك رغم توفير كافة احتياجات أجهزة الموازنة والقطاعات المختلفة خاصة قطاعي الصحة والتعليم وكذلك توفير جميع مخصصات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير القرى فضلا عن سداد المستحقات الشهرية لصندوق التأمينات والمعاشات كما استعرض اجتماع الحكومة أبرز ما تحقق من نتائج أعمال وزارة السياحة والأثار خلال الفترة الماضية خلال اجتماع مجلس الوزراء أوضح وزير السياحة أنه على الرغم من التحديات الراهنة إلا أن عام 2023 شهد تحقيق أرقام قياسية بالنسبة لحجم السياحة الوافدة إلى مصر حيث سجل عدد السائحين خلال العام 14 مليون وتسعمائة وستة ألاف سائح وأضاف الوزير أن الربع الرابع من العام 2023 شهد إقبالا كبيرا في حركة السياحة وهو يعد الثاني في التاريخ حيث سجل الثلاثة وستة من عشر مليون سائح وافد إلى مصر وذلك بمعدل زيادة بثمانية في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وذلك بسبب الحرب على غزة أكد وزير البترول والثرة المعدنية طرق الملة أن الإصلاحات التي تم تنفيذها في منظومة عمل قطاع التعدين سهمت في جذب استثمارات الشركات العالمية للبحث والاستكشاف عن الذهب والمعادن الثمينة تصريحات الوزير جاءت في أعقاب توقيع لعقد استغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة في منطقة أبو مرواد بالصحراء الشرقية بين هيئة الثروة المعدنية وشركة كندية وذلك بعد تحقيقها كشفا تجاريا للذهب في منطقتين حمامة غرب ووردرين الواقعتين بامتياز أبو مرواد في مساحة حوالي 58 كم مربع كما شهد الوزير توقيع عقد بين هيئة الثروة المعدنية وشركة انجليزية للبحث عن الذهب على مساحة 350 كم مربع في منطقتي بئر أسلو وجبل الميت بالصحراء الشرقية عقدت بالقيرة فعليات المؤتمر الصحفي الأولى للبرصة المصرية للسلع والتي تم تدشين مسماه الجديد البورصة السلعية مصر تعد البورصة السلعية مصر منصة رقمية توفر فريق دعم ولا تقوم بتحديد الكميات المتداولة كما لا تقوم بالتوجيه نحو البيع لجهة أو منع أخرى ينحصر دورها في الوساطة ما بين البائع والمشتري كما أن للبرصة دور أصيل في مراقبة مخازن البائع الذي يتم تكويده حرصا على مصدقية عملية البيع وتوفير منتجات ذات جودة ومعايير مطلوبة كما تعمل على وضع آلية لضبط الأسعار ومجابهة الاحتكار أو التسعير الجزافي للسلع أحب أن أزوف إليكم خبر أن تم تغيير اسم البورصة ليكون البورصة السلعية مصر وعشان كده كان فيه لقاء ياسم هذا اللقاء وتم الموافقة على تسمية البورصة السلعية مصر بدلاً من البورصة المصرية للسلع لسهولة التعامل الناس الكتير بتقول هي البورصة دي إيه وهل هناك خلط بينها وما بين بورصة الأوراق المالية طيب إيه الفروقات ما بين البورصات السلعية وبورصات الأوراق المالية وده السبب الحقيقة اللي احنا موجودين بشأنه النهاردة ان احنا نتحدث عن مفهوم البورصات السلعية وما تم خلال الفترات السابقة منذ تأسيس البورصة السلعية في عام 2020 اللي احنا بنستهدفه النهاردة بنعرف الناس هو مفهوم البورصة إيه بغد النظر كمفهوم أساسي كبورصة أوراق مالية بورصة سلع بس هي البورصة السلعية الحقيقة برقم التاريخ التاريخ بتاحه في مصر اللي هو بيمتد لأعوام عديدة تفوق المائة عام إلا إن مفهوم البورصة السلعية في مصر اختفى مع خمسينات القرض الماضي فاحنا بقلنا حوالي حاجة وسبعين سنة ما عندناش بورصة سلعية في مصر عشان نعيد إنشاء البورصة السلعية بياخد وقت وبياخد مجهود كل إن احنا استطاعنا في خلال فترة أنا بعتبرها وجيزة جدا من 2020 للنهاردة نحن نصل لهذا المستوى فده حاجة كويسة وحاجة تحسب للقائمين على المشروع من بدايته تصارع التدخم في بريطانيا بشكل غير مطاقع في ديسمبر على خلفية رفع الرسوم المفروضة على التبغ وفق ما أظهرت بيانات جاء دون طاقعات بتسجيل تباطئ وقلصت الأمل بخفض معدلات الفائدة هذا ارتفع مؤشر أسعار المستهلك إلى 4% في الشهر الماضي في أول زيادة منذ فبراير من العام الماضي 2023 أثارت الأنباء أيضا مخاوف حيال أزمة تكاليف المعيشة في بريطانيا بعدما وصل المعدل إلى أدنى نسبة منذ عامين مسجلاً 3.9% في نوفمبر أفدى كبير خبراء الاقتصاد لدى مكتب الإحصاءات الوطنية أن معدل التدخم ارتفع قليلاً في ديسمبر مع زيادات في أسعار التبغي نظراً إلى الزيادات التي فرضت مؤخراً على الرسوم الجمرقية ترجمة نانسي قنقر